استقبل صاحب السمو شيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر الشاطئ في أبو ظبي فخامة خسي راموس هورتا رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة ورحب سمو خلال لقاء بفخامة خسي راموس متمنيا له التوفيق في زيارته في دفع مسار تطور العلاقات بين البلدين الصديقين وبحث سموه ورئيس تيمور الشرقية علاقة تعاون بين البلدين في مختلف الجوانب خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار إضافة إلى الاستدامة والعمل المناخي والآفاق المستقبلية لتعزيزها بما يخدم رؤيتهما إلى تحقيق التنمية والازدهار المستدام لشعبيهما معربين عن حرصهما على العمل معا لتسريع وطيرة تنمية العلاقات الثنائية وتناول لقاء أهمية مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 الذي تصدفه الدولة نهاية العام الجاري في دفع العمل المناخي الدولي لإيجاد حلول عملية لمواجهة تغير المناخ كما تبادل الجانبان وجهة النظر بشأن عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والتي تهم البلدين مؤكدين أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والتعاون والأخوية الإنسانية التي تبني المجتمعات وتزدهر بها الدول كما شدد على ضرورة العمل الدولي المشترك من أجل السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية